عدا في مواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين من القرن الإفريقي ارتفعت الحساسية السياسية والجيوسياسية من ظاهرة كهذه في ظل شائعات تربط بين زيادة عدد المهاجرين الأفارقة وأنباء غير موثقة بشأن تحول البعض منهم إلى وقود حرب في المعركة التي تشهدها اليمن حاليا ثلاثة آلاف مهاجر إفريقي وصلوا إلى عدم مؤخرا معظمهم قدم عبر سفن وقوارب التهريب وحط في ساحة المحافظة شبوى وساحة المحافظة لحج لينتهي بهم المطاف في مدينة عدن المحطة التي ينطلقون منها سيرا على الأقدام باتجاه السعودية وبلدان خليجية أخرى أو الانطلاق عبر رحلة تهريب أخرى إلى شمال إفريقيا ومنها إلى أوروبا عبر السودان وفقا لمصلحة خفر السواحل اليمنية نبغى نسفر ما نبغى جالس يمن نبغى نسفر ولا نبغى سعودية ولا نبغى يمن اليمن كان في الطريق مشينا في الطريق يوم الماء حاربون سوا يوم الماء في مشاكل مشينا من طريق اليمن السعودية والحين بلاد كلهن اليمن خربان لهن مشاكل زهام الميت تيائر الرساس الجماعة حقنا هنا كل موت يعج هذا الملعب المفتوح في المنصورة بنحو ألفي مهاجر إفريقي معظمهم إثيوبيون فيما تمكن آخرون من التملص من قبضة الأجهزة الأمنية التي يعمل معظمها خارج سيطرة الحكومة الشرعية معظم هؤلاء المهاجرين يعانون من وضع صحي وغذائي مأساوي وباتوا عالقين وعاجزين عن مواصلة رحلتهم نحو وجهة خليجية أو أوروبية للبحث عن عمل أو حتى العودة إلى بلدانهم منظمة الهجرة الدولية تكتفي بإزاء ظاهرة كهذه بالتعبير عن القلق فيما كان التقارير قد كشفت عن حجم المبالغ الطائلة التي تتلقاها المنظمة من الأموال التي خصصتها الدول لصالح اليمن ضمن خطة الاستجابة التي تدعو إليها الأمم المتحدة المتحدثة باسم فرع المنظمة في اليمن أوليث يهيدون اكتفت بتشخيص حال المهاجرين ومكان تجمعهم المؤقت في عدن الذي وصفته بأنه ليس مجهزا لاستضافة أي شخص فكيف إذا كان العدد بالآلاف؟ المتحدثة ذاتها أحصت 1789 لاجئاً معظمهم من الرجال بينهم 389 فتى و28 فتاة تحت سن الثمان عشر وفيهم مهاجر عمره 11 عاماً ضمن العالقين في هذا الملعب تقارير الهجرة الدولية كشفت عن أن 150 ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن خلال العام الماضي 2018 92% منهم إثيوبيون والباقون من الصومال ودول مجاورة أخرى وعادة ما تزداد أعداد المهاجرين مع بداية فصل الربيع وتحسن الأحوال الجوية أرقام تكشف عن مفارقة لا يمكن فهمها بخصوص الهجرة إلى اليمن في هذه المرحلة خصوصاً مع تنامي ظاهرة الهجرة العكسية لمهاجرين من القرن الإفريقي ومعهم آلاف اليمنيين الذين دفعت بهم ظروف الحرب الدائرة في اليمن للاستقرار في عدد من بلدان القرن الإفريقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر